السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبايب قلبي عاملين اي رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله بنقان على طلباتكم هننفذ مع بعض الوحدة الجميلة دي وزي ما احنا شايفين كده يا واحدة بسيطة جدا مكونة من ثلاث ادوار بس مش اكتر دورين باللون الفوشية ودور واحد باللون الاسويت طبعا لكي حق الاختيار انك تختاري الالوان اللي انت عايزاها الوحدة دي حلوة بالنسبة كمال مبتدئات انه هما يشكلوا منها اي تصميم عايزينها مجرد ما يشبكوها في بعض وحواليك الطريقة انك تكوني منها اي حاجة انت عايزاها زواء شنطة او شال او كروشي او كوشين اي حاجة اي حاجة تتخيليها ممكن تصميميها بمجرد ما تتعلمي الوحدة دي طيب نبدأ بسم الله هنبتجي نعمل القلب من جوة القلب الوحدة دي هي عبارة عن دورين باللون الفوشية بنجيب الخيط بتاعنا ونعمل غرزة البداية العادية بتاعتنا خالص اللي متعودين نعملها كده بالشكل ده بنبتدي نعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبندخل في اول سلسلة عملناها عشان نقفل ونعمل دايرة بندخل فيها كده وناخد لفة ونطلع الحلقتين مع بعضنا على الابرة ودي اسمها غرزة المنزلق كده تكون عندي دايرة بنطلع تلاتة غرزة ارتفاع وجوة الدايرة دي بنشتغل ستاشر غرزة عمود بلفة بنشتغل ستاشر غرزة عمود بلفة العمود ده تلاتة سلسلة ان احنا عملناها دي بما ثابت يعتبر اول عمود فحنعمل العمود التاني اتنين ناخد لفة وبندخل جوا الدايرة وناخد لفة ونطلعها اتنين واثنين كده عملنا تلاتة هنكمل كده لحد ما نعمل ستاشر عمود هعملهم وارجع لكم عشان ما طولش الفيديو عليكم هنا خلاص انا عملت الستاشر عمود بتوين بقفل الغرزة بتاعتي بمنزلقة بعد في اول اللي عمود عملته واحد اتنين تلات غرزة سلسلة بدخل فيها واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة وكده اتقفل عندي اول دور تمام طيب بارجع بعد كده الدور التاني بارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وده برضه بمثابة اول عمود معنا باخد لفة وبنزل في نفس المكان نفس المكان اللي تلاتة منه دوت بعمل كمان غرزة عمود وكمان غرزة عمود كده تلاتة كده اربع بقى معايا اربع غرزة عمود في نفس المكان بعمل سلسلة وبسيب غرزة وبنزل في اللي بعدها اعمل برضه اربعة عمودة في نفس المكان بعمل كمان سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واعمل اربعة في نفس المكان وحمشي طول السطر بالشكل دوت آآ السطر بتاعي ده عبارة عن ايه اربع اعمدة وسلسلة وبسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها وعمل اربع اعمدة آآ في نفس الورزة همشي الدور كله وايه هرجع له كتاب خلصت هنا الدور بتاعي وفي النهاية لازم اهد آآ الاقي الكون عندي تمن مجميع اللي هي عبارة عن اربع اعمدة دي نسميها مجموعة فلازم يكون عندي تمن مجميع عشان يطلع معايا آآ الشكل المزبوط في النهاية آآ هنا وصلت للمجموعة التمنى بعمل سلسلة وبنهي السطر بتاعي بمنزلكه. وكده السطر بتاعي خلص خالص يعني هم السطرين اللي اللي هنعملهم باللون ده هندخل اللون الجديد هقص الخيط بتاعي واسحبه كده. وهبتدي اجيب آآ اللون بتاعي الاسوي. هتدخله في الفراغ ده اللي انا نهيت آآ عنده ده في الجزء ده هدخل فيه الخيط بتاعي هسحبه كده. هسحبه كده من الفراغ. وهمسكهم كده عشان هربطهم مع بعض وهشتغل عليهم عشان ايه انطف الشغل معي وانا ماشي. آآ هطلع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. تمام? بقلب الشغل كده وبربط دول في بعض كده بس ايه تأمين عشان ما يتفكوش مني. هو انا ممكن اشتغل عليهم معايا دي يعني. بس الاقمن ان احنا نربطهم ربطة خفيفة كده صغيرة. وهاخدهم معي اثناء الشغل وهنضفهم معي بالمرة. اهو بالشكل ده. اخدهم معي كده. اشتغل عليهم. طيب انا عملت اول عمود هنا. باشتغل عمود تاني. نفس الفراغ اللي طلعت منه. وعمود تالت. كده عملنا تلاتة عمود. تمام? بعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهنزل في نفس المكان برضو اعمل تلاتة عمود. ورزة الفشارة العادية مكونة من تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة. ودي تعتبر الزاوية بتاعة المربع. يعني الوقت بنشكل المربع الخارجي. اللي هنشبك فيه بعد كده. ودايما ما بنشبك بنشبك في الدور الاخير. عشان الشغل معنا يبقى مصبوط. كده عملنا الفشارة بتاعتنا اللي هي عبارة عن تلات اعمدة تلات سلسل تلات اعمدة. بقى اعمل ايه? بعد كده خمس غرز سلسلة. واحد اتنين تلاتة. تلاتة اربعة خمسة. خمسة سلسلة. وبنزل في الفراغ اللي بعده على طول. باخد الخيط معايا كده اشتغل عليه. وبعمل حشو. فراغ عملت في الفشارة وفراغ عملت في حشو. بعد الحشو بعمل خمسة سلسلة تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبروح للفراغ اللي بعده واعمل آآ فشارة زي اللي عملتها دي. اهو في الفراغ ده. انا اخد الخيط معايا برضو. اهو بعمل عمود. اتنين. تلاتة. وتلاتة سلسلة. وكمان في نفس الفراغ تلاتة عمود. اهو بالشكل ده. بعد كده هنروح للفراغ اللي بعده. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح للفراغ اللي بعده واعمل حشو. يبقى احنا فراغ بنعمل فيه حشو وفراغ بنعمل فيه فشارة. ما بينهم خمسة سلسلة. خلاص هاقص الخيط ده بقى لزيادة ومشي معايش فترة شوية علشان ايه ما يلبخنيش بعد كده. ممكن عايزة تسيبه تنظفيه بعد كده بالقبرة بتاعت التنديف يبقى افضل. بنعمل بعد كده ايه? بنعمل بعد كده خمسة سلسلة. وبنزل في الفراغ ده واعمل في شارة. اللي احنا اتفقنا عبارة عن تلات اعمدة وتلات سلسل وتلات اعمدة في نفس الفراغ. او بالشكل ده. بعد كده بعمل خمسة سلسلة. انين تلاتة اربعة خمسة. وبروح للفراغ اللي بعده واعمل حشرة. خمسة سلسلة. والفشارة. بعد كده خمسة سلسلة. وبروح الفراغ اللي بعده واعمل حشرة. بعد كده خمسة سلسلة. ووصلت الهنا للنهاية وبدخل هنا بعمل اقفل الدور بتاعي بمنسلقة. في ثالث سلسلة في اول عمود ارتفعت به. بعمل سلسلة تأمين. وبقص الشغل بتاعي. وكده خلصت اول واحدة معي. طبعا بابرة التنظيف. ولازم انطف الخيوط بتاعتي دي اداريها كلها. ادي الشكل معي زي ما انتم شايفين. كل فشارة عمناها ادتنا الزاوية بتاعة المربع. فلازم من البداية بقى فيه تمن مجميع زي ما قلتلك. عشان احنا بنقسم ما بين كل مجموعة ومجموعة بنعمل الزاوية عشان الشغل بتاعك يطلع مزبوط لازم تعدي كويس. ده كان شكل الشكل اللي معانا شكل بسيط وزريف وحلو جدا. طيب افرد انا عايزة اشبك فيه مربع تاني. ناس كتير بتقابلها مشكلة التشبيك ده ومش بيعرفوا يشبكوا. لأ انا هعلمك تشبكي اسماء الشغل بيبقى الشغل متين معاك وحلو ما بيتفكش معاك ابدا. طيب عشان نشبك احنا بنشبك في الدور الاخير. يعني وحنا بنشتغل الدور الاخير بنشبك الواحدة في بعض. طيب هنيجي مع بعض هنا انا عملت واحدة زي زي دي بالزبط زي القلب اللي جوه. هبتدي اشبك وانا شغلت زي. هدخل زي ما دخلنا كده في البداية زي ما ورتك لما بنيجي مندخل الخيط كده. اللون التاني بنسحبه ونعمل تلاتة سلسلة. تلاتة اهو. وبنربط مع بعض دول. كده. وحخدهم معايا اسناء الشغل. عملت اول عمود. انا هنا هعمل الفشارة. اللي هي الزاوية. هشبك الزاوية في الزاوية دلوقتي. ماشي? فهنعمل عمود. ادي اتنين. ودي تلاتة. لما اجي اشبك بقى بعمل سلسلة واحدة. ماشي? وهعمل التانية هنا. هدخل في الفراغ ده. اسحب الخيط واعمل واحدة كمان. اللي هي رقم اتنين. وبعدين التالتة. مش احنا بنعمل ما بين كل مجموعة تلاتة عمودة وتلاتة سلسلة وتلاتة عمودة? نعم. انا عملت تلاتة عمودة. وسلسلة والسلسلة التانية شبكتها في الوحدة الاولانية. وعملت سلسلة تلتة. كده بقى التلات سلاسل معي جاهزين. يا رب تكون واضحة معاكم. هعملها تاني عشان تعرف. ادي ايه? هكمل بقى الغرزة بتاعتي عادي. اللي هي التلاتة عمودة الباقيين. يبقى احنا كده شبكنا الزاوية في الزاوية. ماشي? طيب عايزين نشبك الزاوية اللي بعدها. احنا بنعمل بعد كده ايه? خمسة سلسلة. وبننزل في الفراغ. ماشي? لأ هنعمل سلسلتين بس. يعني بتعملي نص المجموعة. اللي احنا المفروض نعملها. وبتدخلي في اللي عليها تدور وتعملي الغرزة اللي بقية. تكملي. ادي تلاتة اربعة خمسة. عملنا خمس سلاسل. تمام كده? المفروض بننزل بقى هنا ونعمل حشو. اهي. بعد كده بنعمل خمس سلاسل شغلنا العادي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بننزل هنا ونعمل الفشار. بس مش هنعملها كاملة. هنعمل نصها وفي النص هنشبكها بالزاوية اللي اللي فضل. تمام? لأ معلش انا اسفة. انا شبكت على طول. هنا بنعمل. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين بس. التلتة بنشبكها هنا. معلش انا اسفة ننسيت. عشان فيه هنا اهي خمسة. المفروض بندخل فيها. ونعمل السلسلة رقم تلاتة. وبعدين اربعة وخمسة. بننزل بعد كده هنا نعمل الفشار. ادي واحد اتنين تلاتة. المفروض بنعمل تلات سلاسل. لا بنعمل سلسلة واحدة. وندخل بقى في الفشارة اللي عليها الدور بنزبطها كده نشوف هي فين اهي. اهي. بنحط الدهرة على الضغر ونشتغل. اهي. ونعمل سلسلة رقم اتنين وبعدين تلاتة. وننزل نكمل بقية الفشارة في نفس المكان. واحد. اتنين. تلاتة. كده احنا شبكنا هو الوحدتين في بعض. ومش باين فيها اي تشبيك بينما ما شهولة قطعة واحدة. بنكمل بقى بنمشي بقية السطر عادي خالص. بنعمل هنا خمسة سلسلة وبنشبك بحشو. وبعدين خمسة سلسلة وبنعمل الزاوية بتاعتنا. طيب لو في وحدة تانية عايزين نشبكها معاها هنشبكها بنفس الشكل واحنا ماشيين. كل واحدة قصاد التانية. بنشتغل نص المجموعة وبعدين بنشبك اللقصادها وبنشتغل وهكذا بنشبك في نص المجموعة بتاعي. تمام? وبكده آآ يا رب اكون وضحت لكم الفكرة. آآ واي حاجة طبعا مش فاهمين اكتبودي في التعليقات عايدها لكم تاني وانتم معي على الجروب بازن الله. اي حاجة مش عارفين انا معاكم. آآ ويا رب اكون آآ افدتكم. شكرا ان انا كنت معاكم. شكرا ان حزن استمعكم. وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.